مرحبا مواليد برشد دلو معكم كارمين شماس كيف ديكون الأسبوع الأخير من شهر حزيران يونيو يعني من 22 حزيران لأحد 28 حزيران يونيو كيف ديكون هذا الأسبوع هو أسبوع في تقلبات نوعا ما بدايته متقلبة نهايته يمكن تكون أحلى مطلوب التدقيق أكتر بمعظم الأمور في شغل في المسئوليات الثانين والثالثة الأمار والشمس وكوكب عطارد موجودين في برش السرطان يعني بيخلق عنكن جو هو جو ركض وجو اهتمامات وجو كأنكن عم بتحضروا طبخة أو مشروع أو خطة لتنتقلوا فيها فيوجد يا أما فيه شغل جديد لألكون يا أما فيه صفحة جديدة يا أما فيه قرارات جديدة وفيها تكون حتى هالأمور صحية فيها تكون أمور مهنية فيها تكون قرارات أنتوا بدخلوا حياتكم اليومية الروتينية فيه تغيير وفيه إشياء حلوة أنا بعتبرها جيدة مع أنه فيه كتير شغل هيدا الجو بيضل معكن حتى الساعة 12 ونص الظهر توقيت بيروت توقيت العالمي يوم الثلاثة أوكي شو بيصير من بعده ع 12 ونص توقيت العالمي يعني 3 ونص الظهر توقيت بيروت بينتقل الأمر من برش السرطان من بيت العجقة لبرش الأسد يلي هو بيت المعاكسي هلأ أفسر لكم وبيبقى ببرش الأسد حتى الساعة 8 المساء يوم الخميس أوكي يعني توقيت بيروت من 3-3 ونص للخميس 8 المساء فترة وجود الأمر ببرش الأسد بالنسبة لكم هي فترة نوعا ما نوعا مكاركبة فيها شغل فيها ركد فيها دعب فيها عجقة فيها مطليب تليفونات بابتهدى ركد ويمكن يكون فيها شخص بيزعجكم أو بيضل حقكم عآخر تكي بدأ دقب نص الليل الصبح بيعجقكم وبسبب لكم نوعا من امتعاد فبدأوا تكونوا كتير حذرين بيكون طولوا بالكم لأنه قد منكم نزعجين معقولة تنزعوها ومعقولة تكسروا الجرة فكونوا حذرين بيكون طولوا بالكم خاصة مواليد 20 كنون الثاني يناير الجمعة 26 حزيران يونيو السبت 27 حزيران يونيو الأمر ببرش العذراء يلي بده الوقت مضبوط الأمر ببرش العذراء هو من الخميس 8 المساء توقيت بيروت حتى السبت المساء 11 و3 توقيت بيروت فترة وجود الأمر ببرش العذراء هي مرحلة غربة للأمور إعادة تموضع إعادة النظر بالحسابات بالنتائج بالأداء ومحاولة الاعتذار ومحاولة استعادة الموقع لكن بالقوة ما رح تصير الأمور بدكن تبحثوا فيها بدكن تفاوضوا فيها بدكنوا تساوموا فيها بدكن تحطوا من طاقتكن مجهودكن ووقتكن ويمكن تضطروا تستشيروا شخص بيعرف لا تصلحوا هالأخطاء اللي صارت تحت تأثير الأمر ببرش الأسد الدبلوماسية ضرورية جدا هالفترة بدكنوا تطولوا بالكم بدكنوا تكونوا مارنين تتقبلوا الأفكار أفكار الآخرين نفسيتهم مختلفة عن نفسيتكم زعلوا منكم زعلوكم بوقت الأمر كان ببرش الأسد أو قبل حتى ففترة وجود الأمر ببرش العذراء عطلة أسبوع تسمح لكم ترجعوا نوعا ما تحاولوا تضبطوا الأمور لكن بدكن تنتبهوا من ظهور ملف أو قصة فيها تكون استشفائية أو صحية فكونوا حذرين سبت إذن ساعة 11 و3 المساء توقيت بيروت بنتقل الأمر لبرش الميزان لبرش صديق لألكم تتنهدوا الصعاداء بتفرحوا ودخلتوا بأجمل فترة بهالأسبوع يلي عبي تبالي القارة الأمريكية من بعض الظهر السبت الأمور صارت عنده حلوة ومشمسة مشمسة ومشرقة بيستمر كل يوم الأحد بيتغير الجو ويوم الأحد سواء عم تنهو الأسبوع أو عم تبدأ الأسبوع بتكون النكهة كتير حلوة وهناك فرح بانتظاركم الأكثر حظا 25-26 شباط فبراير تقريبا بكل هذا الأسبوع نقوا الأيام اختاروا الأيام الأكثر حظا كونوا حذرين مواليد 20 كانون التاني يناير تابعوا الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل عن كل يوم بيومه ورجاءا شاهدوا الفيديو ماذا ينتظر العالم بين 18 حزيران يونيو و8 تموز يوليو حتى الرابط للكم في الوصف لهذا الفيديو شكرا للكم مجددا إلى اللقاء باي باي